بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في إطار تقديم دروس في مادة الرياضيات يشرفني أنا الأستاذ ديفور حمزة بالتعاون مع الأستاذ جلول طهر أحمد عادل أن أقدم لكم تحت إشراف سيد المفتش زيتوني وحيد درسا من دروس الأنشطة الهندسية لفائدة تلاميذ السنة الثانية ودرسنا اليوم هو إنشاء ضائرة وقوس من ضائرة في البداية لدينا تعريف للضائرة الضائرة هي مجموعة النقط التي تبعد بنفس المسافة عن نقطة واحدة تسمى المركز وهذه المسافة تسمى نصف قطر الضائرة إذن الضائرة هي مجموعة النقط التي تبعد بنفس المسافة عن نقطة واحدة نقطة مشتركة تسمى هذه النقطة بمركز الضائرة وهذه المسافة تسمى نصف قطر الضائرة نأخذ مثال إذن لدينا F ضائر ملاحظة تسمية الضائرة تكتب بحرف بين قوسين بهذا الشكل F ضائر إذن كما نرى في الشكل لدينا O مركز الضائرة F إذن لدينا O هو مركز الضائرة F ولدينا القطعة AC هي قطر للضائرة F إذن القطر هو قطعة مستقيم طرفيها من الضائرة وتشمل المركز O ولدينا أيضا القطعة MN هي وطر للضائرة إذن وطر الضائرة هي قطعة مستقيم طرفيها ينتميان إلى الضائرة كما لدينا أيضا القطعة المستقيمة O A و O C و O R تمثل أنصاف أقطار الضائرة إذن هي عبارة عن قطعة أحد طرفيها هو مركز للضائرة والطرف الآخر هو نقطة تنتمي إلى هذه الضائرة هو نقطة من هذه الضائرة كما لدينا أيضا MN قوس من الضائرة باللون الأخضر طرفيه ينتميان إلى الضائرة هما النقطتين MN إذن انتهينا من تعريف الضائرة والآن سننتقل إلى كيفية إنشاء ضائرة انطلاقا من قوس معطات والآن أعزائي تناميد سنحاول إنشاء ضائرة انطلاقا من قوس معطات إذن كما تلاحظون لدينا هنا قوس سنحاول إنشاء ضائرة انطلاقا من هذا القوس إذن نعين نقطتين A و B تنتميان إلى هذا القوس ثم نرسم قطعة مستقيم A B باستعمال المدور ننشئ محور هذه القطعة إذن كما تعلمنا في درس إنشاء محور قطعة باستعمال المدور نضع رأس المدور على النقطة A ونرسم قوس من ضائرة مركزها النقطة A بهذا الشكل قوس من الأعلى ثم قوس من الأسفل ثم بنفس الفتحة نرسم قوس من ضائرة مركزها B من الأعلى ثم من الأسفل بهذا الشكل ويتقاطع القوسان في نقطتين إذن باستعمال المسترة نصل بين هاتين النقطتين بهذا الشكل ونتحصل على محور قطعة مستقيم A B ولا ننسى التشفير إذن محور قطعة مستقيم هو مستقيم عمودي على قطعة مستقيم في منتصفها والآن نعين نقطة أخرى C تنتمي إلى هذا القوس ونرسم قطعة مستقيم B ثم بنفس الطريقة ننشئ محور هذه القطعة باستعمال المدور نرسم قوس من ضائرة مركزها B بهذا الشكل قوس من الأعلى وقوس من الأسفل ثم بنفس الفتحة نرسم قوسين من الضائرة مركزها C إذن قوس من الأعلى وقوس من الأسفل يتقاطع القوسان في نقطتين إذن باستعمال المسترة نصل بين هاتين النقطتين ونتحصل بذلك على محور القطعة بـ C ولا ننسى التشفير يا هذا الشكل والآن نحن نلاحظ بأن محوري القطعة A-B والقطعة B-C يتقاطعان في نقطة لن نسمي هذه النقطة O وبالتالي هذه النقطة O هي مركز دائرة إذن باستعمال المدور نفتح بقدر المسافة O-A بهذا الشكل ونرسم الضائرة التي مركزها O ونصف قطرها O-A بهذا الشكل إذن نتحصل على ضائرة مركزها O ونصف قطرها O-A وهكذا قد أنشأنا الضائرة انطلاقا من قوس معطات والآن أعزائي التنميد انتهينا من إنشاء الضائرة انطلاقا من قوس معطات والآن ننتقل إلى تمرين تطبيق إذن لدينا تمرين يقول انقل الشكل وأنشئ الضائرة التي تشمل النقطتين A و B ومركزها O ينتمي إلى المستقيم D إذن لدينا هنا في الشكل مستقيم D و-A و B نقطتين لا تنتميان إلى هذا المستقيم إذن سنحاول إنشاء الضائرة التي مركزها ينتمي إلى المستقيم D وتشمل النقطتين A و B نفرد أن النقطة O تنتمي إلى المستقيم D إذن O-A و-O-B هما نصفي قطري هذه الضائرة يعني أن الطول O-A يساوي الطول O-B معناه أيضا أن النقطة O تبعد بنفس المسافة عن طرفي A و-B إذن ماذا تذكرنا هذه الخاصية جيد إذن أي نقطة تبعد بنفس المسافة عن طرفي قطعة فإنها تنتمي إلى محور هذه القطعة معناه معناه أن O تنتمي إلى محور القطعة A-B والآن سننشئ محور القطعة A-B والذي يقطع المستقيم D في النقطة O باستعمال المدور نرسم قوسين من دائرة مركزها A بهذا الشكل قوس من الأعلى وقوس من الأسفل وبنفس الفتحة نرسم قوسين من دائرة مركزهما النقطة B بهذا الشكل قوس في الأعلى وقوس يتقاطع القوسين في نقطتين باستعمال المصدر نصل بين هاتين النقطتين ونتحصل على محور قطعة A-B بهذا الشكل ولا ننسى التشفير أعزائي التلاميذ التشفير مهم في الإنشاءات الهندسية بهذا الشكل جيد نلاحظ أن محور قطعة المستقيم A-B يقطع المستقيم D في نقطة إذن ما هي هذه النقطة جيد إذن النقطة هي النقطة O وهي مركز الضائرة التي تشمل النقطتين A و B وباستعمال المدور ننشئ هذه الضائرة ونفتح فتح قدر المسافة O-A أو O-B ونرسم الضائرة التي مركزها O ونصف قدرها O-A ونتحصل على ضائرة مركزها ينتمي إلى المستقيم D وتشمل النقطتين A وباستعمال وكما نلاحظ أن الطول O-A وO-B متساويين وهما يمثلين نصفي قطري الضائرة أعزائي التلاميذ وصلنا إلى ختام هذا الدرس في لقاء آخر مع درس آخر دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة